بعد الصدمة التي احدثها قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدى حلفاء بلاده ومؤسسته العسكرية باعلانه في تغريدة على تويتر سحب القوات الامريكية من سوريا عاد ترامب ليؤكد ليلة رأس السنة انه سيلتزم بانسحاب وصفه بالبطيء وبمواجهة تنظيم الدولة في سوريا وخفف بتغريدات ايضا من وطأة تصريحاته السابقة بشأن الانسحاب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نقلت عن مسؤولين في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب منحت جيش الامريكي فترة اربعة اشهر لسحب القوات من سوريا في تراجع عن قراره المفاجئ منذ اسبوعين بان الجيش سننسحب في غضون ثلاثين يوما وتوافق ما صرح به المسؤولون الامريكيون لنيويورك تايمز مع ما قاله السيناتور الجمهوري لينسي كراهم بعد اجتماع مع ترامب استمر ساعتين بشأن خطة سحب القوات الامريكية بان ترامب ملتزم بدحر تنظيم الدولة في سوريا مؤكدا في الوقت نفسه نية ترامب ابطاء عملية سحب القوات من سوريا قرار ترامب المفاجئ بتمديد فترة انسحاب قواتهم من سوريا خلق ارتيابا جديدا في ما هي القرار وابعاده فمراقبون للاحداث في سوريا شككوا من جديد في قرار الانسحاب البطيء بل بالانسحاب نفسه وقالوا ان الامريكيين لم يسبق ان غادروا طواعية مناطق سيطروا عليها ناهيك عن انهم بنوا في سوريا 17 قاعدة وبدأوا بنشر نقاط مراقبة على الحدود التركية السورية ورأى مراقبون اخرون عكس ذلك وشددوا على حتمية سحب امريكا قواتها من سوريا بدلالة استقالة وزير الدفاع جيمس ماتس على خلفية اعلان ترامب الاول سحب القوات ومناشدة ميليشيا سوريا الديمقراطية موسكو والنظام السوري حمايتها بعد ان قررت تركيا تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الشمال علاوة على ذلك عدم حاجة واشنطن الى قواعد في سوريا لوجود قواتها على مقربة منها في قواعد آمنة بالعراق ثم جاهزية قوات التحالف لأداء المهمات المطلوبة امريكيا في سوريا